اتفق العراق والاردن خلال المباحثات التي جرت بين رئيس الجمهورية برهم صالح والعهل الاردني الملك عبدالله الثاني في عمان اتفقا على توسيع التعاون في شتى الميادين خصوصا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والنقل وفي بيانين لرئاسة الجمهورية العراقية والديوان الملكي الاردني فان العهل الاردني ورئيس العراقي اكد اهمية تنفيذ مشروع خط انبوب النفط من البصرة الى ميناء العقبة وتأهيل الطريق البري بين عمان وبغداد وانشاء المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين في منفذ طربيل كما بحث تنفيذ مشروع ربط الكهرباء من الاردني الى العراق عبر محافظة الانبار واكد الجانبان اهمية اقامة المشاريع المشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق وتهيئة الظروف لزيادة تجارة بين البلدين وتسهيل دخول المنتجات الاردنية الى السوق العراقي اضافة الى تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة